أملاً في إنعاش اتفاق السويد وتحريك عجلة السلام يحاول المبعوث الأمم مارتين جريفث إثبات قدرته على تحقيق شيء يذكر قبل انتهاء فترة ابتعاثه إلى اليمن بالأمس اختتم البريطاني جريفث لقاءات تشاورية جمعته بشخصيات يمنية في العاصمة الأردنية عمان وبحسب بيان صدر عن مكتب المبعوث فإن الاجتماع الذي استمر يومين ناقش إمكانية استئناف العملية السياسية والتحديات التي تحول دون استئنافها وفرص الدفع بها إلى الأمام مشيراً إلى أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع وأن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة من دون عملية سياسية في المقابل قال وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني أنه لا يمكن لقريفث أو لغيره أن ينجح إذا أسقط المرجعيات الثلاث كأساس لحل سلمي بين الدولة والميليشيا وأضاف الجبواني في تغريدة له على تويتر أن إسقاط المرجعيات يشكل عملية هدم للدولة وإفساح المجال للميليشيا للهروب من استحقاق السلام العادل وتشريع وجودها الذي يعني تشريع حالة التفتيت والتشضي الذي خلقته بقوة السلاح وفي سياق المحاولات للبحث عن فرص الحل السياسي للأزمة في اليمن قالت وزيرة خارجية سويد أن ليند إن زيارتها للعاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتنسيق عملية تدفق المساعدات الإنسانية مؤكدة استمرار دعم بلادها للحل السياسي في اليمن بما في ذلك تنفيذ اتفاق استوكولم في خضم المحاولات الدولية لتحريك الجمود السياسي في اليمن يبرز التساؤل عن فرص القوة التي تبقت للحكومة الشرعية لفرض رؤيتها كالطرف معني ورئيس للخروج من حالة التهميش غير المبررة ترجمة نانسي قنقر